بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في الوحدة الخامسة حل المعادلات التفاضلية الخطية بالطرق العددية سنبدأ بالطريقة الأولى التي هي طريقة سلسلة تايلور من المعروف أن الكثير من المسائل الفيزيائية والكيميائية والهندسية توصف بمعادلات تفاضلية من المرتبة الأولى من الشكل وإشارة يساوي FXY ويكون الحل العام للمعادلة YSYX متضمنا سابتا ما الآن وذلك ضمن شروط محدودة للحصول على حل خاص لابد من معرفة شرط ابتدائي للمعادلة التفاضلية فإذا أضفنا الشرط Y0 يساوي X0 فإننا نحصل على الحل الخاص وبالتالي حيث أن X0 و Y0 هي أعداد حقيقية معطاة فتصبح المسألة المسألة التي لديه بالشكل التالي حل المعادلة التفاضلية Y شرطة يساوي FXY المحققة للشرط ابتدائي Y0 يساوي إلى YX0 الآن وهو ما يسمى بمسألة القيم الابتدائية إن الطرق العددية لحل هذه المسألة إن الطرق العددية لحل هذه المسألة تعطينا سلسلة من الأعداد Y1 Y2 YN التي يمكن اعتبارها تراتيب للفواصل اللي هي X1 X2 XN حيث أنه كما وجدنا سابقا أن XI زائد 1 ما هي إلا XI زائدا الآن طريقة سلسلة تايلور لنفترض أن المطلوب حل المعادلة التفاضلية ذات الشرط الابتدائي في الفترة المتضمنة بداية الفترة دائما هو بداية X0 من X0 إلى B وحيث أن الدالة FXY قابلة للاشتقاق المتتالي بالنسبة لكل من X و Y لننشر الدالة YX حسب سلسلة تايلور في جوار النقطة X0 طبعا إن نشر الدالة YX يساوي إلى Y0 زائد Y فتحة X0 على X0 زائد Y مشتقة الثانية في X0 على 2 عام X0 التربيع زائد المشتقة الثالثة X0 على 3 عام X0 للتكعيب زائد إلى آخره حيث أن المشتقة ما هي المشتقة الدالة في النقطة XYX باشتقاق المعادلة هذه عددا من المرات وبإجراء الحسابات المناسبة نحصل على YI زائد 1 YI زائد 1 يساوي إلى YI زائد D1 زائد D2 أشتر B على 2 عام زائد D3 أشتر كعيب على 3 عام زائد D4 أشتر أس 4 على 4 عام زائد إلى آخره وهو اللي بيعطيني حل المعادلة أو الوايات التي نبحث عنها مثال حل باستخدام طريقة تايلور من المرتبة الرابعة المعادلة التفاضلي إذن يريده أربع خطوات يعني الحل الواي فتح يساوي X ناقص Y على 2 على الفترة بين 0 و 1 من أجل الشرط الابتدائي Y بالصفر يساوي إلى الواحد والأش يساوي إلى الربع والأش يساوي إلى الربع طبعا هنا إذن أعطيني الأش ويحتاج إلى أربعة خطوات إذن عندي الـ X0 عندي الـ X0 يساوي الصفر طبعا الـ X1 مباشرة صفر زائد أش متى هي عبارة عن ربع X2 ربع زائد ربع هي عبارة عن نصف أو 2 على أربعة وهذه X3 هي 3 على أربعة والX4 هي عبارة عن واحد إذن هذه هي طبعا الـ Y0 هنا معلومة هي عبارة عن واحد أريد أن أحصل على الـ Y1 ماذا تساوي والـ Y2 ماذا تساوي والـ Y3 ماذا تساوي والـ Y4 ماذا تساوي إذن هذا هو الذي سأبحث عنه استنادا إلى الآن معناته من أجل الـ Y1 نعوض في الدستور أحتاج إلى الاشتقاقات التالية إذن الـ YI زائد واحد يساوي YI زائد D1 زائد D2 X تربيع على 2 عامل زائد D3 X تكعيب على 3 عامل زائد D4 على 4 عامل الـ D1 الـ D1 هو المشتقى الأولى هي X نائس Y على 2 في النقطة وعود في النقطة X0 Y0 X0 هي 0 والـ Y0 هي 1 أيضا الـ D2 هي المشتقى الثانية بأخذ هذه الدالة وبأشتقها لنشتق هذه الدالة طبعا مشتقى النصف سابت المقام سابت يمكن إخراجه في خارج عاملت الاشتقاق نجينا نشتق لو اشتقينا مشتقى الـ X1 مشتقى الـ Y Y شرطة من هي الـ Y شرطة؟ الـ Y شرطة هي إذن 1 نائس X نائس Y على 2 الآن نوحد المقامات ونحزفها إذن هذه منضربها بـ 2 2 نائس X زائد Y هذا البسط و2 ضرب 2 بتصير 4 إذن هي الـ D2 الـ D3 مناخد هذا المشتق ومنشتقه مرة تالتة إذن الـ D3 مشتقى مرة تالتة منشتق هذه العلاقة طبعا للربع ما لدي علاقة بالاشتقاق مشتقل 2 صفر مشتقل سالب X يسالب 1 مشتقل Y هي Y شرطة بنفس الشر الإسلوب نضع الـ Y شرطة بما تساوي فنحصى على هذه الـ D3 الـ D4 ننشتق مرة ثانية إذن ناخد الـ D3 هذه ومنشتق حتى نحصى على المشتق الرابعة مشتقل سالب 2 صفر مشتقل X هي 1 مشتقل سالب Y سالب Y شرطة على 8 الآن نرجع نحط الـ Y شرطة هذي هنا ومنوحد مقابة ومنحزفها نحصى على الـ D1 وD2 وD3 وD4 الآن للحصول على الـ Y1 للحصول على الـ Y1 نعود الـ I بصفر إذن للحصول على الـ Y1 يساوي إلى Y0 زائد أحتاج إلى D1 زائد D2 على H تربيع على 2 عاملي زائد D3 H تكعيب على 3 عاملي زائد D4 H أس 4 على 4 عاملي الآن ولكن الـ D1 هي المتعلقة إذن الـ D1 هي هذه لنعود هنا في النقطة صفر الـ X0 عاطينيها الـ X0 هي صفر والـ Y0 هي واحد إذن لنعود هنا في النقطة 0 و1 الـ X0 والـ Y1 فنحصل على D1 الخاصة في هذه النقطة لنحسب هنا أيضا لنعود هنا 0 و1 فنحصل على D2 لنعود هنا 0 و1 فنحصل على D3 لنعود هنا 0 و1 فنحصل على D4 لنعود في هذه العبارة فنحصل على الـ Y1 التي نبحث عنها نكرر نفس العملية الآن صار عندي الـ X1 هي ربع الـ X1 وحسبت هي ربع وحسبت الـ Y1 اللي طلعت معاي الآن من هنا الآن صار عندي هذه النقطة فأعود وحسب 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 الـ Y2 سنحصل عليه من الدستور التالي Y2 يساوي إلى Y1 إذا من هذه العلاقة لما الآية أعطيها واحد إذا Y1 زائد الباقي نفسه ولكن الـ Y1 هنا المتعلقة في النقطة الثانية ما هي المتعلقة في النقطة الثانية أي المتعلقة في النقطة ربع والـ Y التي تطلع معا من هون الآن نعوض فنحصل على D1 D2 D3 D4 المتعلقة في النقطة الجديدة هذه فنحصل على Y2 نأخذ X2 و Y2 نكرر على D1 D2 D3 ونعوض هنا فنحصل على القيمة الثالثة وهكذا إذا لإيجاد Y1 في النقطة التي عطيناها نعوض المشتقات في هذه النقطة فنحصل على D1 D2 D3 المتعلقة في هذه النقطة وبالتالي لو عوضنا الآن Y0 زائد H زائد زائد إلى آخر حصلنا على هذه قيمة Y1 الآن أصبحت X1 و Y1 نعيد مرة ثانية إلى الخطوة السابقة ونعوض هنا بالحصول D1 و D2 و D3 المتعلقة بالنقطة الجديدة لإحتاسياتها ربع فنحصل على هذه إذن لإيجاد مشتقات نحصل بمشتقات في النقطة XI المحسوبة في الخطوة السابقة فنجد D1 0.25 و D2 و إلى آخر حصلنا عليهم ومنهم نعوض في هذه العلاقة فحصلنا على القيمة Y2 وبمتابعة هذه العملية نحصل على Y3 و Y4 وهو المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته